إذن مشاهدين الكرام التغطية مستمرة وآخر التحديثات الإخبارية تشير إلى أكثر من أربعة آلاف قتيل وعشرين ألف جريح في هذا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا ولازلنا نتابع معكم وبالتأكيد سنتابع كل التحديثات الإخبارية لهذا اليوم الثلاثاء السابع من فبراير وهو يوم جديد من القلق في تركيا وبالتأكيد مشاهدين الكرام كما ذكرنا وكالة إدارة الغوث والطوارئ التركية تؤكد أن عدد الضحايا في ازدياد ومن المرشح أن يزداد أكثر ونتحدث أيضا عن أعداد مهولة جدا من الإصابات ويتحدثون وفق آخر التحديثات الإخبارية ومع بداية يوم الثلاثاء الحديث يدور عن مئة وخمسة وأربعين هزة ارتدادية وقعت في أعقاب هذا الزلزال الذي بلغت قوته سبع درجات ونصف على مقياس ريختر أيضا آلاف المباني كما أشرنا في سياق تغطيتنا الإخبارية المتواصلة آلاف المباني تحولت إلى ركام تحولت إلى ركام بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ما زالت تركيا إذن تطلب المساعدة الدولية ودعونا أيضا نشير إلى آخر التحديثات الإخبارية التي تشير إلى وجود نشاط زلزال خطير في المنطقة وتحذيرات عالية المستوى من الهزات الارتدادية التي ستصل قوتها إلى ست درجات ونصف وفق التوقعات إذن التحديثات الإخبارية الآن تشير مشاهدين الكرام إلى أن هناك تحذيرا شديد اللهجة من إدارة الطوارئ من وجود نشاط زلزال خطير في المنطقة ومن أن الهزات الارتدادية ستستمر وستكون قوية طبعا هذا ما لا نتمناه لتركيا التي تعيش هذه الظروف الصعبة والقاسية ولا نريد أن تغيب سوريا عن المشهد ففي سوريا أيضا هناك ارتفاع ملحوظ في عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظات حلب وإدلب واللاذقية وترطوس أكثر من 1500 قتيل في سوريا المصابين أيضا بالآلاف وهذه وفق آخر التحديثات الإخبارية بعد أن مضى اليوم الأول وهي تركيا وسوريا تعيش في تفاصيل اليوم الثاني وأعمال الإنقاذ ما زالت مستمرة والصدمة ما زالت قائمة وبالتأكيد مشاهدين الكرام هذه المناطق هي مناطق منكوبة ودعونا نؤكد أيضا أن الجهات المعنية تتحدث عن عوائل ما زالت تحت الأنقاذ وفي سوريا على سبيل المثال هناك صعوبات في عمليات البحث والإنقاذ بسبب لقص المعدات وطبعا مشاهد من عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها الفرق المتخصصة سواء في سوريا وفي تركيا مشاهد مؤلمة مؤلمة جدا للغاية يعني أمامنا مشاهد توثق إنقاذ شخص من تحت أنقاذ مبنى بعد 26 ساعة من وقوع الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وطبعا مشاهد توثق إخراج أطفال ونساء من تحت الأنقاذ هناك مشاهد توثقت نداءات استغاثة من تحت الأنقاذ هناك من تمكن من استخدام الإنترنت ووجه بشكل مباشر عبر الإنترنت نداء استغاثة وحاول أن يحدد مكانه وطبعا جهود الإنقاذ ما زالت مستمرة وطبعا أيضا في ذات الوقت انتشار الجثث والضحايا نساء وأطفال ورجال وشيوخ من تحت الأنقاذ ما زال مستمرا ودعونا نؤكد لكم مستمعينا الكرام أن تركيا ما زالت تطلب المساعدة الدولية وسوريا أيضا تطلب المساعدة الدولية ودعونا الآن نشير إلى ما تعلنه الصين رسميا الصين إذن تقدم 6 ملايين دولار مساعدات طارئة لتركيا هذا ما يؤكده الآن تلفزيون الصين المركزي بكين ستقدم دفعة أولى قدرها 40 مليون يوان أي نحو 6 ملايين دولار كمساعدات طارئة لدعم جهود الإغاثة في تركيا طبعا أيضا سيتم تقديم مساعدات طارئة إلى سوريا في ماليزيا أيضا يتحدثون في مع صباح هذا اليوم عن وصول فرق متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ إلى تركيا وهذا ما تؤكده وزارة الخارجية الماليزية إذن مشاهدين الكرام القتلى في ازدياد المشافي تعيش في تركيا أوضاعا استثنائية قضى الناس ليلتهم في المساجد لأنهم أصبحوا بلا بيوت قضى الناس ليلتهم في العراء خوفا من هزات ارتدادية مع أن الأجواء شديدة البرودة تركيا تعيش أيام صعبة في زاوية الأجواء وثلوج كانت تتساقط على من باتوا في العراء أو اختاروا وقرروا أن يبيتوا في العراء خشية من حدوث زلزال مماثل ومن شردوا قضوا ليلتهم في المساجد وهناك دعوة من وزير الأوقاف التركي لهؤلاء بأن يمكثوا في المساجد وفرق متخصصة تقدم لهم العون والمساعدة طبعا مشاهدين الكرام نحن ندقق معكم في كل التفاصيل ونسأل الله أن يحفظ تركيا وشعبها وسوريا وشعبها ودعونا نشير إلى أيضا آخر التحديثات الإخبارية أكثر من مكالمة جرت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقد أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن جاهزية بلاده لتوفير أي مساعدة تحتاجها تركيا للاستجابة لكارثة الزلزال المدمر وطبعا سيقدمون جميع أنواع المساعدات المطلوبة لتركيا وهي حليفة الولايات المتحدة الأمريكية في حلف الشمال الأطلسي للاستجابة لهذه المأساة ودعونا نشير أيضا أن هناك اتصالا جرى بين وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية التركي قدم تعازيه في ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا لكن الأهم الآن من تقديم التعازي على المستوى الدولي أن تركيا وسوريا تطلب الإغاثة العاجلة ومساعدة ضحايا الزلزال هناك مشردين الآن عشرات إن لم يكن مئات الآلاف فقدوا منازلهم فقدوا بيوتهم فقدوا كل شيء عندما خرجوا من بيوتهم خرجوا لا يملكون أي شيء تركوا كل شيء أمام هذه اللحظات العصيبة عموما مشاهدين الكرام الصور قاسية جدا الصور صعبة مشاهد كما تتابعون عبر شاشة سوار نيوز مشاهد لا يصدقها من يراها انهيارات للمباني مناطق كاملة أحياء كاملة أصبحت عبارة عن ركام عمليات الإنقاذ ما زالت قائمة هناك ما زالت عائلات تحت الأنقاذ وخشية من زلازل جديدة تضرب تركيا أو أجزاء في تركيا أو حتى أجزاء في دول أخرى من العالم خاصة أن المركز الأوروبي المتوسطي للزلزال يشير أنه يسجل نشاط زلزال في مناطق معينة ودعونا نشير مشاهدين الكرام أن عمليات إذن الإنقاذ ما زالت مستمرة ودعونا نشير أيضا مشاهدين الكرام أن الاتحاد الأوروبي قرر تنشيط قمر صناعي لتقديم المساعدة وطبعا فرق البحث والإنقاذ حشدت بناء على طلب تركيا لتفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد وبالتأكيد مشاهدين الكرام نحن معكم وسنتابع في هذا اليوم الثلاثاء السابع من فبراير والذي يعتبر يوما قاسيا أيضا على تركيا وسوريا وهي تلملم جراحها بعد هذا الزلزال المدمر وهذا العدد الكبير من القتلى وهذا العدد الكبير من الإصابات الرئيس التركي أيضا أعلن رسميا من خلاله عن الحداد لمدة سبعة أيام الحداد العام بعد هذا الزلزال الذي وقع في تركيا قرار رئاسي بتوقيع أردوغان لإعلان الحداد لمدة سبعة أيام وطبعا تعطيل كل المدارس والتعليم في تركيا وإيقاف العمل في كل المؤسسات المدنية وطبعا مشاهدين الكرام الواضح ونحن نستقبل هذا اليوم أن ضحايا الزلزال بتزايد وربما نسمع عن أرقام مهولة خلال الساعات القادمة ودعونا نشير الآن يعني في تصريحات لمسؤول أممي وهو مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقول أن تعافي تركيا من الزلزال سيكون صعبا ويتضح من حجم الكارثة أن التعافي من الزلزال سواء في سوريا أو في تركيا سيكون طويلا وصعبا نتمنى أن تتمكن تركيا من مواجهة تداعيات هذه الكارثة وأن تلملم جراحها وصحيح أن الجرح غائر والجرح كبير لكن الدعوات لتركيا ولسوريا بأن يتجاوزوا هذه الأزمة وهذه الكارثة وأن يلملموا هذه الجراح المتناثرة في الأرض التركية وفي الأرض السورية ونتمنى أيضا لكل دول العالم أن تتمكن من الإيفاء بوعودها وأن ترسل سريعا فرق الإنقاذ والمساعدة في أعمال البحث والإنقاذ وبالتأكيد مشاهدين الكرام من المشاهد المؤثرة جدا والتي تعكس عمق علاقة هذه الأمة الواحدة كل أبناء الشعوب العربية والإسلامية يتابعون بشكل دقيق جدا الأحداث وقلوبهم تدعو بالرحمة لمن قضى وبالشفاء لمن أصيب وبالفرج العاجل لتركيا ولسوريا ومن المشاهد المؤثرة والتي نتابعها ما جرى في المسجد الأقصى المبارك وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين صلاة الغائب الجنازة على ضحايا الزلزال وقد أدى الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني العربي المسلم صلاة الجنازة في المسجد الأقصى المبارك على ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا وبالتأكيد هذا المشهد يعكس هذا التضامن وهذا التعاطف مع الشعب التركي الشقيق والشعب السوري الشقيق وتم الدعاء لهم بالفرج القريب إن شاء الله عموما مشاهدين الكرام إذن اتصالات دولية والآن التحديثات الإخبارية تشير أن الرئيس الوزراء اليونان يتصل بأردوغان وأيضا ولي العهد السعودي يعزي أردوغان في ضحايا الزلزال ويعني اتصالات دولية والكل يتعاطف مع تركيا ومع سوريا أمام فداحة هذا المشهد وال يعني المشهد الذي لا يمكن أن يصدق ونحن معكم مشاهدين الكرام نتابع لحظة بلحظة هذه التغطية المباشرة بعد أعنف زلزال وعدد كبير من الخسائر خسائر في الأرواح والممتلكات واقتصادية تاريخية والزلزال كان على عمق خطير وقد هز تركيا بشكل لا يصدق وبالتأكيد هناك آلاف القتلى وعشرات آلاف الإصابات مشهد يبكي الحجر من مشاهد هذا الزلزال طبعا كل شخص غادر كل إنسان فارق الحياة كانت له قصة وحكاية في اللحظة الأولى التي وقع فيها هذا الزلزال الذي كان مدمرا لدرجة كبيرة وكبيرة جدا والآن تشير التحديثات الإخبارية إلى مخاوف من تكراره بدرجة أخطر للأسف الشديد وعلى عمق أيضا خطير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر